السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض كتاب جيم عشرين واربعة وعشرين وحدتنا التانية اللي هي بعنوان It's my favorite subject إنها مادتي المفضلة لو أنت حابب نكمل حال كتاب جيم مع بعض ياريت تدعمنا بلايك لأن طبعا نحن بنحل كتب كتير فالكتب طبعا اللي احنا بنلاقي لايك عليها كتير أو الناس محتاجاها ما هو اللايك ده دليل أن الناس محتاجا لحاجة دي وعندنا في القناة تابعنا بنكمل لو طبعا لايك ولايك اللي بلا الناس مش عايزها فإحنا مش بنكمل بنشوف الكتب التعليم بدايتنا من بيك 59 هنبدأ كده نختار ونقول اختارنا ليه Is the subject of how هي مادة كيفة to learn numbers إن احنا نتعلم منها numbers الأرقام إيه المادة اللي بنتعلم منها الأرقام يطر الارت الرسم math الرياضة Arabic العربي music الموسيقى طبعا ده مادة الماث اللي هي الرياضيات My son is good at ابني جيد he can draw pictures بيعرف يرسم صور English Arabic math art طبعا بيعرف يرسم صور يبقى ايه art We use a mouse in a not listens بنستخدم الفارة في دروسي الإيه Arabic العربي art الرسم math الرياضة computer studies الحاسب الآلي We learn about countries and not listens الدول بناخدها في مادتي social studies دراسات religion دين ماث رياضة computer studies الحاسب الآلي طبعا في social studies الدراسات الاجتماعي The opposite of the same is عكس كلمة the same The same يعني نفس الشيء عكسها ايه بقى Similar مشابه different مختلف equal متشابه alike متشابه برضو او نفس الشيء يبقى ايه different For homework بالنسبة للواجب we often read books بنقرأ الكتب في رمزة Laboratory المعمل library المكتبة play ground الملعب hall الصالة طبعا بنقرأ الكتب منين من اللايبري I usually get up at half not six post هنا ينفع قولها بpost اللي هي وايه ستة ونص post اللي هو طبعا يرسل post paste ولا to طبعا انا ينفع قولها past six اللي هي معناها كام ستة ونص ولو عندي كلمة الا اللي هي to اللي هي دي I Arabic and English on Sunday عندي انجليز وعربي يوم الحد I go اذهب make يصنع have عنده او لدي stay up طبعا have I go to library add break في الفسحة break فرم البارك حديقة ويركن بارك ينبح يبقى طبعا add break on a night weekend في اجازة نقط عمر read the box at the club library ارى كتب في نادي في المكتبة hard يوم صعب musical music bad say typical يعني يوم نموذجي او نمطي طبعا يبقى نختار typical we learn about food in home بناخد الطعام في الhome studies دراسات economics الاقتصاد gymnastics الجنباز physics and physics economics we have eight on a school day في اليوم الدراسة عندنا 8 lessons دروس numbers are gone languages لغات bills اللي هو الجرس all the children in our school كل الطلب في المدرسة go to that when the head teacher wants to talk to us بيدخلوا نقط لما المدرس يحب يتكلم معنا bill الجرس hall حجرة الدراسة library المكتبة playground اللي هو الملعب يبقى طبعا hall اللي هي حجرة الدراسة بعد كده عندي هنا page 6 صفحة 60 social studies الدراسات and science our school الدراسات والعلوم school objects أشياء subjects مواد teams groups مجموعات school subjects مواد دراسية add break في الفصحة i play games بلعب with my friend in the hall في الصالة classroom play ground الملعب office المكتب طبعا بلعب games معهم فين في ال play ground you can look at that to know how many lessons you have today اللي بنعرف منه الدروس اللي عندنا بها disk المقعد share time table جدول الموعيد bag الحقيبة طبعا time table what's your subject favorite المفضل favor مؤيد fat ثمين heavy ثقيل طبعا what's your favorite subject I'm not analyst very good English good in good at good on good off طبعا جيد في لي good at is an interesting subject مادة شريقة English gym volleyball handball طبعا English I usually أنا عادة my homework before I sleep قبل ما نام say يقول give make يصنع do يفعل طبعا الواجب بياخد do homework اللي معناها يعمل الواجب it's half seven it's time for school حانا وقت المدرسة it's half past سبعة ونص pass يا مر two اللي هي جدا it's half past seven الساعة سبعة ونص she is great هي رائعة she likes art بتحب الرسم watching المشاهدة playing swimming السباحة drawing طبعا اللي هو الرسم we study people and how they live in that بندرس الناس وازاي بيعيشوا في النقط lessons في العلوم social studies math الرياضة drama الدراما طبعا في المادة بها اللي هي study people and how they live اللي هي بتركز على الناس وطريقة حياتهم دي طبعا في social studies بعد كده عندي بيقول لي i usually lunch at home with my family مع عائلتي في المنزل do lunch get lunch have lunch make lunch طبعا احنا خدنا الواجبات كلها بتاخد have we have english first on monday اول حصة english نواط we have arab last أخيرا past then after طبعا then then اللي هي ثم عندنا ايه بعد كده arabic a is a big room غرفة كبيرة for a lot of students بتشيل طلاب كتير عن teachers hill اللي هو التل التل اللي بتلوه في الجبل hole حجرة الدراسة بال الجرس hole اللي هي ثقبة وفتحة طبعا hole اللي هي الحجرة الدراسية بعد كده عندي بقى six institute 62 we speak english during our arabic lessons أثناء حصة العربي يبقى احنا we usually عادة بنتكلم انجليزي في العربي sometimes احيانا always دائما never أبدا المفروض أقول never عشان دي حصة ودي حصة our teacher gives us a lot of homework not everyday واجب كتير مش كل يوم تمام مش يوميا sometimes يبقى sometimes احيانا never أبدا always دائما usual عادة يبقى هو احيانا بيدين يبقى sometimes سامي نقط goes to school late خلي بالك هنا جوزة هو فعل مدارة في s don't ما بيجيش مع سامي لا don't مع الجمه never خلي never دلوعد بعد كده عندي hasn't ما بيجيش بعدها s isn't يبقى never هي اللي مش بتأثر على الفعل Sara always funny stores طب سارة مفرد ولا جامعة مفرد يبقى فرض الفعل يكون في s read مفهوش reads في reading is reading يبقى reads عادتها انها بتقرأ قصص فاني she usually breakfast with her family الشي مفرد بعضين فعلة مدارة have مع الجامعة is having have ما بيجيش اي نجيلة ما بيكون يتناول have having و has يبقى طبعا she has it rains in the desert in the summer تمطر في الصحراء في الصيف never evident usually always often غالبا never my father sometimes بابا احيانا me to school but i usually go by bus abby مفرد يبعزين فعلة في الصحراء sometimes من الكلمات الدالة على المدارع البسيط takes يأخذني هنا في الصحراء take مصدر talk mode taken تصرير سالس do you go to the club twice a week احنا هنا لما نلاقي twice ونلاقي once اللي هي مرة twice دي معناها مرتين three times always ويوجد نختار من عطول كم مرة how long كم طول المدة how many كم العدد how much كم الكمية كم السمن يبعا how often i usually with my friends in the playground في الملعب اول حاجة taking i i'm taking برضو لا talks i بيعامل معاملة الجام الفعل المفروض يكون في المصدر it takes a long time to go to work because the roads are very busy لان الطرق زحمة جدا it hardly ever never ever it always it always takes دائما بناخد وقت طويل لان الطرق بيتبقى زحمة عن شباطة سهل خطأ he helps always his father طبعا الجملة مش مترتبة ظروف التكرار بيتجي في الاول المفروض ان اقول he always وبعد كده استخدم كلمة مين helps ده كده الترتيب الايه ترتيب الصحيح بعد كده بيقول they never walk to school never ابدا ولي زي جامع يبقى المفروض they never walk مش بيمشو ابدا how often does you eat a day بيقولك you جامع الجامع بياخد دو ما بياخدش does علي visits always his grandparents at the weekend برضه مش مترتبة المفروض ان always في الاول وبعد كده نستخدم كلمة مين عادي استخدم كلمة visits how many do you get up at 6.30 am بتقوم الساعة ستة يبقى طبعا how often كم مرة Mr.Omer is never helpful عشان كده احنا بنحبه عشان كده احنا بنحبه عمره مكان متعاون و احنا بنحبه ازاي يبقى المفروض ان انا اقول ايه always دايما متعاون عشان كده احنا بنحب بعد كده عندي 63 yara never video games انا عندي هنا never مضارع يبقى yara المفروض الفعل يكون في اس plays is playing playing play طبعا يبقى place we go to the beach in winter as it's very cold نروح الشاطئ في الشتاء الجو برد جدا always دائما often غالبا sometimes never ابدا طبعا يبقى احنا ايه never عمرنا ابدا ما بنروح our teacher mr. سعيد late for lessons or never mr. سعيد طبعا مفرد ار ازاي never are مش هتنفع قولنا الار خالص never is ولا is never احنا قولنا verb to be هو اللي بيجي قبل ظروف التكرار يبقى is never it's very hot in the summer في الصيف never sometimes often usually في الصيف طبعا بيبقى عادة الجو ماله عادة بيبقى الجو حر يبقى usual she always هي دائما a cup of coffee in the morning كبات كوفي في الصباح الشي مفرد يبقى الفعلا فرد يكون في اس drinks drank drinking drink طبعا يبقى she drinks امير play is basketball after school بعد المدرسة never don't doesn't isn't واحدة واحدة بقى انا عندي don't و doesn't لازم وراهم مصدر و please في اس يبقى دولا مش هينفعوا isn't مجيش بعدها فعلي في اس how do you go to the cinema i sometimes go to the cinema مديني اجابة هو فيها sometimes يبقى نسأل به how always how often how every how long طبعا عندنا حاجة اسمها how often كم عدد المرات my sister polite and clever مؤدبة ومهيرة always is دي مش مترتبة is always مرتبة does always تفعل لا ده الصفات بتاخد ام و is و are يبقى is always دائما معدبة they go to the cinema they go there once a week بيروحوا مرة في الاسبوع ever من قبل never sometimes احيانا always دائما طالما قال لي مرة في الاسبوع يبقى sometimes احيانا بيروح تصريح الخطأ i play always the drums برضو مش مترتبة المفروض اقول i always وبعد كده اقول اي play he usually get up early اللي هي مفرد الفعلا مفروض يكون في اس يبقى المفروض اقول gets she eats never unhealthy food مش مترتبة يبقى المفروض اقول she never في الاول وبعد كده اقول it's my mom and dad always drives me to school هنا بيقول لي ماما وبابا مفروض ان هما كده جامع يبقى المفروض اللعب الفعل اي يكون اه بدون اي اضافة يبقى المفروض my mom and dad always drive me شيء حرف الاس my uncle travels often by train برضو مش مترتبة مفروض ان انا اشتغل على often في الاول وبعد كده اقول travel ولا travels تعان شوف type عمي مفرد يبقى المفروض الفعل يكون في اس يبقى المفروض يكون ايه يكون travel سواء موجود في اس ايه i always does my homework before i go to bed قبل ما اروح انام الايه ما بتاخدش ايه المفروض الايه يفعل يبقى i do انا دايما بعمل واجب قبل مني بعد كده عندي هنا طبعا 64 اربعة وستين الديالوج بيقول لي judy is asking jana about her favorite subject how are you jana كيف حالك يا جانا لما حد بيقول لي how are you اكيد انا بقول لي i'm fine يعني انا بخير عايز اقول thank you مش عايزة خلاص بعد كده يتلع what's your favorite subject ايه مادتك المفضلة نستنى نشوف تلعي حاجة يتلع are you good at science طيب هل انت حلوة في العلوم نقط حاجة تاني i think يبقى طبعا what's your favorite subject ما هي مادتك المفضلة انا هنا ممكن اقول اي مادة ممكن اقول it's مثلا English سئلتها سئلت لها قال لي انت حلوة في العلوم فهنا طبعا ممكن تقول لها yes i am سئلتها سئلت تاني قالت لها science listen starts after break on Sunday العلوم بيبدأ بعد الفسحة يوم الاحد يبقى ده كده معادي يبقى انا عايز كلمة متى 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 اللي هي ايه وين طبعا عايزين فعلي مساعد starts vs يبقى windows متى science listen متى درس العلوم عايزين بقى المصدر هو starts هنرجعوا ليه start when does science listen start امتى حزت العلوم عايزة اقوله on Sunday مش عايزة خلاص النقطة تلاقي finish at 12 o'clock بنخلص الساعة 12 يبقى برضو متى when what time عندنا برضو finish هجيب له does والفعل عندنا it وبعد كده finish يبقى متى ينتهي it finishes at 12 o'clock الساعة 12 بعد كده عندي بقى 66 استمرين على lesson 1 و 2 استمع تدربنا عليه كتير هسمعه لك ويريت تقابه في التعليقات my mother's job وظيفة mom my mother's job is a teacher she 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 often goes shopping she often goes shopping she or my father never works at the weekend my father never عمره أبداً ما بيشتغل في ال weekend my dad works with computers my dad works with computers زيادة بقى نكتب الإجابات في التعليقات تعا نشوف الاختيرات double الجرس when a lesson starts and finish لما الدرس بيبدأ ويخلص gets يعني hears يسمع rings طبعاً الجرس بيرن طبعاً الجرس بيرن قبله وبعد الحص او لما الحص تبدأ وتبتدي تبدأ وتخلص it's a half no at seven it's time for school bus 7.5 bus to illa to it's a half bus 7 الساعة السابعة والنصف مصطفى loves art at school eating يأكل بلي يلعب do يمارس با يشتري طبعاً do art school days I get up at half past six أثناء اليوم الدراسي أنا بقوم الساعة كام ستة ونصف on school days at in طبعاً on school days I usually عادةً breakfast with my family drink drink يشرب do يفعل have يتناول till يخبر have my breakfast my dad always asked to school has chooses arrives drives يخدنا إلى المدرسة يدرايف بالسيارة طبعاً يبقى the road is always busy الطريق دائماً زحمة so it's a long time to get there ناخد فترة طويلة لحد هناك has a long time takes does makes take a long time amira here homework after dinner بعد العشا آآ تعال شوف بقى كده amira نقط homework بتعمله طبعاً does never مش مترتبة لأن never مفروض تجي قبل never is ليكون وإذن مفروض تجي هنا بس برضو مش مترتبة والمعنى مش هينفع is never تكون واجب لا never does عمورها ما بتعمل ده مترتبة بعد كده بيقول لي A بيكلم ب do you go out for lunch I sometimes go out for lunch sometimes يا احنا احياناً how many how tall كم العدد كم الطول how often كم مرة how long كم طول المرات عدد المرات sorry how often I get up late on holidays بقول متأخر في الأجازات am sometimes مش هينفع ومعها مصدر ever من قبل every usual طبعاً يبقى طب ليه every مش هتنفع ده every بيكي معاه every day every month read and correct they often went to the theater in summer how often مدارع بسيط بقى الفعل يكون في المصدر يبقى they go does you usually get up early اليوم مش هتاخد does وطرمه في مصدر يبقى do my aunt does always shopping on Friday مش مترتبة always في الأول وبعد كده does دايماً بتعمل shopping بتاعها يوم الايه يوم الجمعة they play in the club everyday بيلعبوا في النادي كل يوم they never go to the club عمرهم أبداً مراحوا النادي ده بيقول لي كل يوم يبقى always يعني always دائماً بعد كده بيقول لي اكتب 80 words عن your school day يومك الدراسي قدام الجاوب عندكم في الواحدة دي آخر جزئية في lesson 1 & 2 بعد كده عندي 74 سبعة 74 كتاب جيم والعدادي lesson 3 & 4 الدرس الثالث والرابع people travel on ايه الناس بتحب تسافر في نوعة وينزيليز as snow لما يكون في جليد foot او foot طيراً على اقدام bike canoo اللي هو الزورق اللي بيمشي في المية الدائل اللي بيشيل شخصين snowmobile دراجة جليدية طبعاً snowmobile camels are very gammal they can carry 200 kg of bags بتشيل 200 شنطة weak ضعيف low strong قوي poor فقير طبعاً strong my aunt is very healthy she always gives me big presents بتدين هدايا حلوة ساعة حزينة kind طيبة unkind مش طيبة poor فقيرة طبعاً kind summit children in Egypt school bikes are fantastic في أطفال في مصر أو أولاد بيروحوا المدرسة لأن العجل جميل cycle يركب دراجة play يلعب meet يقابل drive cycle the canoo children to school and home again everyday والمنزل تاني كل يوم drives rides takes cycles طبعاً the canoo takes the children وما ياخد الأطفال كل يوم من وإلى car buses planes السيارة والأتوبيس والطيارة and trains are means of وسائل ناط report يعني تقرير airport مطار port يعني ميناء transport اللي هي وسائل نقل كلها على بعضها اسمها means of transport اكتب كده وسائل النقل والمواصلات we should our school uniform during the school day أثناء اليوم الدراسي forget ننسى where يرتدي help you say it سيقول طبعاً نرتدي الزي المدرسة students should الطلبة لازم زير homework everyday do يفعل follow يتبع but يضع سيقول طبعاً يعمل واجب اللي هي do some students go to school cano في الزورق buy on in طبعاً في الزورق بتاخد in a cano the children in the USA to school on a snowmobile cycle يركب دراجة take يأخذ ride يركب travel ينتقل أو يسافر طبعاً ال snowmobile بياخد travel اللي بالك إنما عندك الكنو فوق والنتيك my mother gave me a red to put my pencil إن أحط في الإعلام ruler مسطرة pencil case معلمة notebook كراسة timetable جدو الموعيد طبعاً pencil case we always school rules القواعد المدرسية finish ينهي fill يملأ يتبع القواعد المدرسية he doesn't want to help his friends مش عايز يساعد أصحابه he is clever ماهر busy مشغول unkind حاجة مش كويسة kind طيب يبقى unkind طبعا مش عايز ساعدهم بعد كده بقى عندي 75 75 riding a bike is a way to travel ركوب الدراجات طريقة في السفر kind طيبة unkind مش طيبة unhealthy healthy طبعاً تعتبر طريقة صحية عشان دا تعتبر رياضة we arrived luxor two days ago طبعاً خلنا arrive اللي هيصل at مكان صغير وإن مكان كبير luxor مكان كبير in at on with طبعاً يبقى arrived in they are polite هم معدبين they never unkind things to their friends عمرهم أبداً حاجات مش حلوة لصحابهم say يقول talk يتحدث love يضحك listen يستمع يبقى they never say the opposite of expensive is unhealthy غير صحي busy مشغول cheap unkind مش طيب طبعاً عكس expensive اللي هي رخيص cheap غالي ورخيص he lives in a small away from the city village قرية country village قرية country village lake بحيرة snow bike canoe snow snow car car canyon cano 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 بوت قارب ترامي اللي هو بيمشي في اسكندرية زي المترو في الشارع لا طبعا بوت الساعة سعى يرتدي طبعا عندنا كلمة يرتدي سمع بوت اون تسجيلها عندك يرتدي بعد كده بيقولي عندما تكون الطرق The bus is slow بلت بيس بطيئ strong قوي expensive غالي busy زحمة cheap رخيص طبعا لما تكون الطرق busy They usually they go and foot هما يروحوا سيرا على الأقدام يبقى they usually walk بيمشوا cycle بيركبوا دراجة drive your code فلا يطير طبعا they walk The opposite of the word save عكس كلمة امن false خطأ different مختلف dangerous خطر expensive غالي حاجة امنة والتانية dangerous خطيرة school not should be false يجب ان تتبع مديني بقى كلمة rules 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 قواعد القواعد المدرسية طبعا اسمها school rules ومش rules الاولية ادوار ولا مصاطر ولا بكرة والكلام ده كل بعد كده بقى نتضرب على language 77 this is not phone it's new انه جديد طيب مديني اسم علي 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 ده ينفع نضيف له apostrophe s عشان اقول تليفون علي طب قادي نكتب علي نضيف له apostrophe s عادي خالص عالس يبعزين احنا الشكل ده هنا علي عالس مجموعة عالس وعالس كاين علي خلصان بالs لا طبعا mister sami is in the not room mister sami في غرفة النعت عايز اقول في غرفة الاي المدرس ولا المدرسين في غرفة المدرسين مدرسين يعني teachers وطبعا هنا اقولنا teachers يبقى هدي فصلة عالية فقط يبقى انا عايز الشكل ده تعا نشوف teachers اول واحدة اهي موجودة دي طبعا غرفة المدرس teachers دي مجموعة مدرسين وteacher دي لا برضو مدرس this is bag جايب احمد عادي احمد زي علي نفيش فرق خالص بينهم يبقى احمد لي الشكل ده بعد كده بيقول لي those are my not box كتب الاطفال طيب انا عندي كلمة اطفال ليه children هي جامعة بس جامعة عايز اخيرها ان عادي طفلها بصرف s عادي كده بالشكل ده هنا children بس هنا تشيلدرنز حط لها اس يعني فاصلة فقول s لا يبقى تشيلدرنز كتب الاطفال here father is called وائل بابا اسمه وائل عندي here not named is summer واسم امامتهم سامر ام يعني mother نضيف له الام عادي mother mothers mothers وماذا جامعة في الاخر لا يبقى mothers اه 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 بيكلم بي بيقول له dresses are these بتعمل الفساتين دي they are sorrows انا انا ابقى بنسأل عن الملكية بنسأل بمين who is man يكون ولا who is milkman who man what man وماذا انا ابقى بنسأل عن الملكية في اداة تفهم اسمها ملك من وبيجي بعدها الشير مملوك this car belongs to gada it's not car غادة اخرها ايه عادي خالص او غادة هدفلها باستروف اس عايزين الشكل ده غادة ادي اول واحدة خلاص كده من غير ما اكمل البقي all students have their books كله مع كتبه all the not books are on the table كل كتب الطلاب على ال table طيب هم انا هنا بتكلم عن طالب ولا طلاب 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 يعني students يبقى نحط فصل عالية فقط علشان احنا ايه نهينا بالاست عانشوف students دي طالب واحد بس وبيقولك طلاب add students ليه الجامعة English class starts at 10 o'clock حصت الانجليش بتاعة يوم الثيرس دي يوم الخميس بتبدأ الساعة كامة بتبدأ الساعة عشرة عندي هنا اول اختيار بيقول لي طبعا يوم الخميس وجايبه من غير اي apostrophe s خالص وبعد كده ثيريس ديس كايبه لوحده كده ومعه apostrophe s وهنا ثيريس ديس جامعه وهنا ثيريس ديس حطط له s وبعده s طيب انا بيقول لي English class حصة الانجليش يعني يبقى ايه حصة انجليش يوم الخميس مالها هتكون الساعة عشرة يبقى طبعا هنقول ثيريس ديس بعد كده عندي بيقول لي علي بروك دا لج يستردي علي قصر رجل الترابيزة تيبل تيبلز 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 طيب الترابيزة جامعه واحنا خلي باقي قولنا في الشرح لا تضاف للجامعه يبقى احنا هنا هنقول ايه قصر تيبل اللي هي رجل ايه رجل الترابيزة بعد كده عندي هنا correct اول جملة بيقول لي these are my sister shoes she liked them بتحب الشوز دا جدا طيب اختي عادي sister اهي طيب كلمة sister اللي هي اخت بينضاف لها s عادي جدا اه بعد كده بيقول لي my friend name is radua اسم صديقتي radua طيب نكتب كلمة friend كلمة friend برضو ينضاف لها باستروف اس ما فيش مشكلة my sister goes to a girl school هنا معناها ما تروح مدرسة بنت هي المدرسة مش بتاعت بنت واحدة ايه بنسميها مدرسة بنات طيب بنات يعني ايه girls و ايه طالما نقول ايه girls هي بنضاف ايه فاصلة عليا فقط the children's clothes are in that bag ملابس الاطفال طب هي كلمة اطفال اصلا يعني children طيب تمام واحدة واحدة بقى هذه children عادي اخير هن نفيش مشكلة انضاف لها باستروف اس شوفوا عاملها ازاي هو عامل هنا الاس وبعد جاء عامل فاصلة عليا these are the boys football shirts they want زي مديد تشرتات الايه تشرتات الكورة بتاعت الاولاد مش طب ولد يعني boy ولد يعني boys هنضح فاصلة عليا فقط طب ما تبقى بالشكل ده بعد كده بيقول لي nadas and yara school is very big مدرسة ندا ويارا كبيرة طيب التاني يمين يارا احنا بنضيف للثاني فقط لما يكون عندنا اتنين بيمتلكوا نفس الشي يبقى انا هبدأ بنادا وبعد كده هقول and وبعد كده هقول يارا واجي بعد يارا اضف لها ايه apostrof s بنضيف للثاني فقط عندما يمتلكوا نفس الشي بعد كده عندي bav 78 نتمرن كمان this is drum he likes music بيحب الموسيقى واحد اسمه هاني هاططلو فاصلة عليا فقط hanis 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 طبعا واحد اسمه هاني اخره i نضف له apostrof s ايه اللي يمنع hella has gotred hair hella عندها شعر احمر not hair is very long شعر hella طويل ادي hella هتطلوها s الجام وادي hella هتطلوها apostrof وهنا hella كأن hella اسمها خلصان بs ومش خلصان بs هلا بس لا طبعا يبقى هلا زهير شعر hella my father went to the mechanic to fix the door عشان يعدل ايه باب السيارة طبعا طب السيارة جماد وال apostrof s اللي هتطلوها الجماد يبقى نختار كلمة car بس من غير ما نكمل بقى الجملة i had to wait in there يعني لازم انتظر في not room till my father finished his work in the hospital لحد ما بابا يخلص شغله في المستشفى يبقى انا هستنى ايه في الايه بقى هستنى في غرفة مين لحد ما بابا يخلص في غرفة الاطباء تمام يبقى هنا دكتور وهنا دكتورز كأنها غرفة الطبيب وهنا دكتورز وهنا دكتورز وهنا دكتورز طبعا انا i had to wait in there انا هنتظر في غرفة مين لحد بابا ما يخلص يبقى انا هنتظر في غرفة الايه في غرفة الاطباء يبقى دكتورز بالايه 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 بالجامع بعد كده بيقول that's not my ball دي مش كورتي it's a not ball دي كورة مين الاطفال احنا قلنا اطفال يعني children بنجي بعد children ونضيف هنا children's يعني الاطفال خلصانة بS ودي children's وحاطة أباسترف وS هنا children's انا قلنا حاطة كلمة جامعة طروا مش اخيرها S وي باي احنا بنشتري البردات بيكرز من المخبز بيكرز جامعة كلمة بيكر وهنا خلصانة بS لا وهنا بيكر بس لا طبعا هنا قلنا بتضاف لبعض الوظائف تحولها الاماكن نوات family is from Tanta وجايب كلمة سارة طب ما سارة عادي اسم شخص نضيف له عباسترف ادي سارة وادي سارة يبقى سارة بعد كده ايه بيكلم بيه بيقول له يبقى ميل كمان يبقى ميل كمان ميل كمان طبعا ميل كمان اللي هي ايه بعد كده بيقول لي بينما هنا يبقى دي غرفة الايه غرفة الوالدين تمام لما جمع حط فصلة عالية فقط فصلة عالية فقط بيرنتس دي واحد بس وديت بيرنتس جامع عادي بيرنتس طالع يبقى بيرنتس عشان هما الاثنين chess is my شاطرانجة my favorite game it's his hobby هويتو ابن عم ابن عم اللي هو كازن اضف لها بسترو في اس عادي كازنس اهو كازنس هو جامعة هنا كأنها خلصانة باس لو يتكلم عن حد مفرد يبقى ميل يبقى كازن بس we found we found نحن وجدنا مونة باك حقيبة مونة ادي مونة وادي ابوستروف اس يبقى مونة the girls names are اسماء البنات خلي بالك لان دول جامعة كلمة البنات يعني ايه girls اضع فصلة عليا فقط can you see camels and ameer classroom it's on the right طب ما انا عندي كمال ده اسم شخص وامير اسم شخص واحنا قلنا لما يكون عندنا اكتر من اسم شخص بنضيف لمين للثاني بانوا الامير my uncle's favorite sport is basketball my uncle's favorite sport is basketball حواية عمي تمام ادي انكل خراين my cousin's house is over there i love them منزل ولاد عمي هناك انا بحبه يبقى يخلي بارك الذب او انا بحبهم يبقى اجمعهم او اضفلهم فاصلوا لي فقط عشان قال ايه انا بحبهم او my cousin's house is over there i love them we can buy meat at the butcher احنا ممكن نجيب لحمة من محل الجزارة بقى butcher دي يعني جزار احولها للمكان محل الجزارة اضفلها ايه عندنا بقى اختبار صغير كده في صفحة 80 على lesson 3 i'm four school starts at half past seven everyday المدرسة بتبدأ كانبا سبعة ونصف half past seven نابيل lives near his school نابيل عايش بالقر من مدرسة so he goes there on foot بيروح سيرنا على الاخدام he is kind طيب and friendly ودود he works hard to pass the exams بيذكر بجد عشان ينجح في الامتحانات every year he likes reading بحب القراءة so he goes to the school library twice a week بيروح مرتهم في الاسبوع he hopes to be a doctor نفسه با دكتور because he is good at mass حلو في الرياض science والعلم عن انجلش he likes meeting clever people بيحب يابل الناس لهم الكليفر الماهيرين but he doesn't like meeting bad people مش بيحب يابل الناس سيئين he also likes visiting new places بيحب يزور الاماكن الجديدة his favorite foods اطعمه المفضلة are fish meat he helps his mother at home بيساعد ممته في المنزل his favorite sport is fun رياضة المفضلة هي كرة القدم اول حاجة what's the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية للايه للقطعة طبعا القطعة كلها بتتكلم عن نبيل نبيلس ايه بقى تحديدا بتتكلم عن السكول المدرسة بتاعته هابز اللي هي الايه الهوايات بعد كده بيقول لي نبيل بيروح المكتبة كم مره هما قاله ايه فوق بها twice بيروح كم مره مرتين twice a week what kind of books do you think نبيل تعتقد نبيل بيحب يقرأ ايه الكتب لما يحب يراها هما قاله انه بممكن يكون بيحبها stories he likes to read stories بيحب يقرأ القصص in english باللغة الايه والانجليز ايه بعد كده بيقول لي نبيل بيحب يقابل نوع بيبن نس ايه بعد ماهرين انكايند مش طيبين انهابي غير سعداء طبعا هو بيحب الكليفر the underlined word the underlined word pronoun his refers to his بتشير لمين لما جيه هنا اهو وقال لي his favorite foods اطعامة المفضلة القطع بتكلم عن الفود ولا نبيل زي فادر ابو نبيل ولا نبيل ولا السبورت طعام المفضل السمك اللي هو نبيل the opposite of the word near opposite يعني عكس كلمة near نير اللي هي قريب عكسها ايه بقى far بعيد close يعني قريب تسويها نير باي مجاور و crowded يعني مزدحم يبقى طبعا عكس كلمة near far far اللي هي بعيد my school is a white shirt and blue pants تيشرته ابيض وبانت يعني بانطلون ازرق rule قاعدة uniform زي form استمارة صورة طبعا هنا بيتكلم عن school uniform زي المدرسي the tree in left car at seven o'clock القطر المشي من القاهرة الساعة سبعة and soon we not in giza وبعد كده وصلنا ايه الجيزة walked يمشي arrived يصل got بتاخد to went اللي هي معناها ذهب يبقى طبعا we arrived in giza يصل الى مكان كبير at school we have many to follow في المدرسة عندنا حاجات نقط لازم نتابعها subjects مواد دراسية sports رياضة rules قواعد rooms حجرات وغرف طبعا اللي لازم follow follow يعني يتابع رياضة القواعد we usually cycle school احنا غالبا cycle يعني بنركب دراجة في طريقنا الى المدرسة to school at in on طبعا يركب دراجة there is a nice park فيه بارك جميلة the other side of the road كلمة the other side دي خدناها لما نحب نقول على الجانب الآخر بنقول ايه in the other with the other on to طبعا اسمها on the other side it's to travel on a snowmobile i like it very much it's fun ممتع it's busy it's unkind it's unhealthy to travel on a snowmobile ان احنا نركب الدراجة الجلدية دي بتبع حاجة ايه بتبع حاجة fun يعني شيء ممتع ننتقل ل i like to انا احب to school it's healthier and causes no money صحية ومش بتكلف فلوس وان رايح للمدرسة اسوم اروح اسبح يعني حد يروح عوم يعني drive اركب سيارة cycle اركب عجلة fly طبعا اللي صحية ومش مكلفة بدول العجلة room one is the not office his name is mr. ابراهيم الغرفة واحد هي غرفة او مكتب النقط اسمه mr. ابراهيم يبقى عايز اقول غرفة المدرس اللي هو اسمه ايه ابراهيم مدرس يعني teacher نضف له ابوستروف اس عادي خالص هنا teacher مدرسين هنا teacher كانوا مكتب مدرسين كاملين teacher teacher هو قال لي حدد ان هو بتاع واحد بس يبقى دي brother is a good tennis player وليد اخو وليد وليد عادي اخو دي نضيف له ابوستروفي دي وليد مغير ابوستروفي وليد فاصلة عليا فقط وليد وهنا جامح كلمة وليد يبقى وليد اخو وليد we buy medicine اذا بنجيب الدواء منين من السيدلية كيميستس ايجا السيدلية هنا كيميستس فاصلة عليا كأنها خلصانة بس يا مش خلصانة بس ده خلصانة بتي كيميستس هي بقى طبعا منجيب منين من الكيميستس ليه الايه السيدة ليه correct who bag who bag is this it's hadiers عايز يقول ملكمان هزه الحقيبة احنا قلنا ملكمان خلاص بقى خدناها كذا مرة ليه هوز yesterday match was boring مباراة الامس كانت ايه كانت مملة خلاص يبقى انا عايز اقول مباراة الامس يبقى انا هكتب كلمة yesterday عادي خالص yesterday and 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 ولماذا ودي اخر جزئية في لسن 3 & 4 بعد كده عندي صفحة 87 لسن 5 & 6 بيقول لي What's your subject? It's English الانجليش what's true حقيقي Friend صديق favorite مفضل correct صحيح طبعا موحد بيقول لي ما هي مادتك المفضلة بيقول لي What's your favorite subject? It's the male language of the Arab people للغة الرئيسية للعرب French الفرنساوي Spanish السباني English الانجليزي Arabic العربي طبعا اللغة الرئيسية للعرب طبعا هي الأي Arabic بعد كده بيقول لي I like my teachers بحبوا مدرسيني They are very هما بعد سيئين Unkind مش طيبين Friendly ودودين ساد حزين طبعا أنا بحب المدرسين They are very friendly Friendly يعني ودود I usually A shower after school ياخد دش بعد الليل مدرسة Go a shower يذهب Do Have Make طبعا ياخددوش اللي اعتيك أشاور Have a shower My mother up early to make our breakfast Mama not أنا بدري علشان أحضر الفطار Boots Tada Comes Forgets Weeks طبعا يوقذ اللي هي wake up Which holiday أي أجازة can people do in Egypt Weeks أسابيع Views مناظر مناظر أكتابتس أنشطة سوفونير هداية سكرية يبقى Which holidays ايه هي الأنشطة الأجلية ممكن تتعامل فين في الأجازة في مصر I go to school أنا أذهب للمدرسة I am in not one False خطأ Preparatory إعدالي Right صواب طيب طبعا I am in prep one أنا في المدرسة الإيه اللي هي الإعدادة A or an is a simple message رسالة بسيطة sent through the internet ترسل من خلال الإنترنت email بريد إلكتروني art رسم letter خطاب computer الرسالة التي تبعت من خلال الإنترنت طبعا اللي هي الإيه الإيميل Arabic English and French are all كلهم إيه يعتبروا إيه emails واجبات languages لغات hobbies هوايات timetables جدوى الموعيد طبعا الحاجات دي كلها تعتبر إيه language لغة my mother always والدة دائما shopping on Sundays يوم الأحد arrives يصل gets يصل برضو gets makes يصنع goes طبعا كلمة shopping التصوك بتاخد goes shopping إلا لو كان في ذا shopping كانت أخدت مين؟ كانت أخدت do breakfast الفطار lunch and not our daily meals واجبات يومية الفطار والغدة والإيه؟ والدينر العشا language لغة petrol بنزين reading القراءة طبعا dinner my teacher asked us to a project about computers إن إحنا نعمل إيه؟ مشروعة do a project make a project have a project come a project طبعا do a project اللي ويقوم بإيه؟ يقوم بمشروعة when i home from school i have something to eat بشوف حاجة أكلها لما بروح فين؟ الhome يبقى when i take home give home have home come home طبعا يصل للمنزل طبعا when i come home بعد كده عندي ديالوج كده في 88 ديالوج عن إيه؟ أحمد is asking مصطفى about his favorite subject مادات المفضلة hi مصطفى can i ask you a few questions about your school ممكن أسألك بعض الأسئلة عن مدرستك أقول له yes sure of course what's your favorite subject إيه هي ماداتك المفضلة رد عليه قال له because English is an interesting subject لأن الإنجلش مادة شيقة يبقى هنا قال له إيه؟ قال له إنجلش حد يقول لها مثلا أنت بتجواب اجابات مختصر عادي ممكن أقول my favorite subject is English وممكن أقول إنجلش لما حد دايما بيقول لي because لأن الإنجلش يبقى أنا أقول له إيه؟ لماذا؟ ليه إيه؟ عايز أكمل أقول له why do you like ليه أنت بتحب الإنجلش؟ لأن هو مادة شيقة قال له سؤال ثاني قال له Mr.Omar is my English teacher this year هو المدرس بتاع السنة دي يبقى أنا أريد أن أقول له من لأن Mr.Omar وأقول له who وهذه فعلي مساعد is والmy بتحول لyour يبقى who is your English teacher من هو مدرس الإنجلش بتاعك this year هذا العام بعد كده قال له how often do you study it؟ إحنا قلنا how often دي بنجوب عليها بحاجات كتير خالص بقى كل ظروف التكرار always usually often sometimes once twice براحاتنا فأنا ممكن أقول له I study study يعني أنا بدرس English يعني إحنا بناخد الإنجليزي مثلا السنة دي ممكن أقول مثلا twice اللي هي مرتين a week أو three times a week أو I always study English I sometimes بس تحديد كده المرات أفضل بعد كده بقى عندي في 89 تمرين على الدرس الخامس والسادس dialogue Selma is asking a mani about school do you mind if I ask you some questions about school يعني إيه do you mind لما قول الحد do you mind يعني إيه do you mind هل عندك إيه مانع do you mind يعني هل تمانع عندك مانع إن أنا أسألك بعض الأسئلة عن المدرسة بتاعتك فأنا ممكن أقول له no not at all no here you are اتفضل no problem مفيش مشكلة يعني عادي خالص إن هو سؤال ما نفي فهنا when do you usually wake up on school days بتصحي إمتى أيام الدراسة يعني ممكن نقول بقى أي وقت مثلا إيه at مثلا seven أو at six o'clock ساعة سبعة no not I walk to school أنا بمشي because it's very close to my house لأنها قريبة إيه من المنزل يبقى كيف تذهب المدرسة how do you go to school إزاي؟ إزاي؟ إزاي بالمدرسة؟ يعني بيكون إيه طريقته؟ not my favorite school subject is English مادتي هي الإنجليش يبقى ما هي مادتك المفضلة؟ what's your favorite subject is there a library in your school؟ في مدرسة؟ في مكتبة في المدرسة not I go there daily أيوة أنا بروح كل يوم يبقى ياس؟ طبعا عايز أقول واعكس دية أقول there is مش عايز خلاص يعني ما كنا نقول ياس I go there daily عايز أقول ياس مش مشكلة سؤال اختيارات بقى what are you good at Rana English and Italian الإنجليزي والإيطالي هوايات؟ ولا sports؟ رياضات؟ ولا foods؟ أطعمة؟ ولا languages؟ لغات؟ طبعا دولة يعتبروا languages we always dinner at 9 in the evening يتناول بقى العشاء اسمها إيه؟ يطرى have dinner do dinner take dinner give dinner طبعا يتناول عشاء have dinner my best friend lives Giza on Giza in Giza from Giza off Giza طبعا lives in Giza بعد كده بيقول لي we paint and draw and not listens في حصة الإيه؟ science math art بنلون وبنرسم في حصة الإيه؟ طبعا الكلام ده كله بيبقى في حصة الإيه؟ I like my friend Waleed أنا بحب صديقه وليد because he is لأنه هو ugly قبيح bad سيء friendly طيب هو دود unfriendly مش طيب خالص يبقى friendly I get up at seven بهم الساعة ساعة بعزين I might close look at ينظر إلى put on معناها يرتدي wake up you kids go to يذهب إلى put on معناها يرتدي before I go to bed قبل ما أذهب للسرير I take my favorite book بأخذ كتاب المفضل and not in bed read in bed come in bed go in bed have in bed طبعا بأخذ سريري الكتاب المفضل سري and read in bed وأقرأ فوين بالسرير بعد كده عندنا 90 صفحة 90 my father asks me not to close then or door hard ما أقفلش باب السيارة طب السيارة تعتبر ايه جماد لا تضاف العبسترو في S للجماد cars فيها cars فيها car is a car يبقى car my father always to work by bus always من الكلمة تدلع المضارع والأب مفرد يبقى زين S is going ده مضارع مستمر going أي نجاح لطول goes go طبعا يبقى goes a dress is this it's mine إنه ملكي يبقى عايز أقول بتاع مين الفستان ده which أيهما who's milky man when what ماتة طبعا whose dress how many do you study English every day كل يوم احنا قلنا ظروف التكرار كلها بنصل عليها به ومين how often اللي معناها كم عدد المرات what what languages are you good for اللغات اللي انت حلوة فيها طبعا جيد في اسمها good at my brothers first day is on Monday they are twins what نضيف S مضرع البسيط present symbol يبقى واكس a typical day in your life يوم نمطي أو يوم نموذجي أو يوم مقرر in your life يعني ايه في حياتك وده متجاوب هنا في اليونت بعد كده عنا ننتقل بها لصبحت كام 92 وده تست بقى سنة أولى اختبار كامل زي اللي يجيلك بالزبط في نوص السنة على الوحدة التانية listening بنبدأ بسؤال listen ده اللي هو سؤال الليه الاستماع يلا كده اسمعوني ونحل مع بعض الفروض ان انت في لوي بتقرأ الجمل ديت وبعد كده تسمعني يلا كده the weather in the USA in winter is snowy تقصي بسناوي the children go to school by أو on a snowmobile the children go to their school on a snowmobile خناه برضو احنا سنوموبيل اللي يضرر جالدية their journey to school رحلته من المدرسة is fast and fun تبقى سريعة و fun fast and fun عكتين مش حاجة واحد fast and fun when they go to school the weather is cold لما بيوصلوا للمدرسة يبقى التقصي بارد أول سؤال how is the weather in the USA winter الجو عامليه هناك في الشتاء rainy winter sunny windy snowy طبعا قلنا جليدي snowy how do the children go to the school زير بيروحوا ازاي by bus by car إن أكانوا في الزور on a snowmobile طبعا في السنوموبيل how is their journey to school رحلته معاملة ازاي fast fun both a و b يعني كل من a و b يعني fast و fun neither a nor b ولا a ولا b لا طبعا احنا قلنا fast و fun يبقى نختار see how is the weather when they go to school الطقس عامليه لما بيروحوا hot cold حار بارد wet cool طبعا قلنا الجو بيبقى ايه بيبقى cold يبقى أول سؤال سؤال listen الاستماع وده سؤال بسيط وإن شاء الله درجته مضمونة السؤال الثاني الديالوج المحادسة مالها بقى المحادسة تعان نشوف dina is asking jana أبقى what her typical day عن يومها النمطي والنموذج when do you get up بتصحي الساعة كام بتلاها نقط ساعتها ساعت I have breakfast at 6.30 بفتر ستة ونص يبقى غالبا طبعا ما بتفتر ستة ونص يبقى نخلص صحيان قبلها بشوية when do you get up عايزة يجاوب يجابة كاملة اقول مثلا I usually get up او I get up add هي دي اللي يجابة بقى أهم حاجة add d six o'clock بصحي الساعة كام مثلا ستة السؤال بقى اللي جابت بتناول الفطار ستة ونص يبقى متى تفترين when do you have متى تتناولي breakfast نقط I go to school at 8 o'clock بروح المدرسة الساعة تمانية يبقى بتروح المدرسة الساعة كام ممكن when وممكن what time يعني what time ما الوقت go فعل مدارع عجيب له مين do you go to school يبقى what time do you go to school I go to school at 8 o'clock what time do you come home from school الوقت اللي بتلقاي في الهوم من السكول ممكن اقول مثلا at one برجاء مثلا الساعة واحدة one thirty بعد الظهر ممكن اقول in the afternoon afternoon يعني بعد الظهر تمان do you always do your homework after lunch بتعمل الواجب بعد الغداء ممكن اقول yes ممكن اقول no فيش مشكلة طالما قال لي do معناه هل يبقى ممكن اقول yes I do أو no I don't السؤال التالت طبعا بيبقى الكمبرهنشن القطعة يقرواها على مهلنا my name is مصطفى I am in preparatory one انا في قول اعدادي طانطة برب سكول when I was at primary school بيحكي بقى زمان لما كنت في ابتدائي I walked there every day كنت بامشي as it was not far المدرسة ما كانتش بعيدة from my house it took me only ten minutes to get there كنت باخد عشر داي this year my school is far from my house السناد المدرسة بعيدة I get up early every day بص حبادري عن تيكة بس وبركب البس the streets are very busy الشوارع الزحمة so it takes me a long time to go باخد وقت طويل and come back come back اللي هو العودة my dad is friendly طيب جدا he bought me a bike هو هو اشترى لي سيارة يبقى هيد يتعود على مين على my dad عشان هيسألني تحت it's wonderful عجد رائع I sometimes cycle to school احيانا بروح بالدراجة bikes are healthy way to travel الدراجة وسيلة صحية جدا what is the main idea of the text الفكرة الرئيسية للقطع دي كلها القطع دي كلها بتتكلم عن مين طبعا بتتكلم ممكن نبدأ كده بالبطل بتاع اللي هو مين اللي هو مصطفى فاحنا ممكن نقول المصطفز لان التركيز كله على مصطفى ممكن نقول المصطفز journey رحلة مين مصطفى رحلته الفين رحلته to school بعد كده بيقول لي what does the underlying pronoun he refer to he بتشير لمين قلنا طبعا بتشير لمصطفز why do you think مصطفى cycles to school تعتقد ليه مصطفى يعني بيروح بالدراجة هو قال هو قال ان هو he thinks هو shave او ممكن نقول طبعا هو بيسألني اينا فممكن نقول i think انا اعتقد ان because او as bikes لان الدراجات مالها or اخر ساطر قال ايه اهو healthy way to travel يعني healthy way طريقة صحية للسفر بيجيب ثلاثة اسئلة زي دول كده بداوات استفهام طب وثلاثة تانين اختيارات على القطع برضو خلي بالك مصطفى is at tanta prep school for not here قعد في مدرسة tanta prep school اللي عددية كم سنة او يعني بقاله قد ايه مصطفى is at tanta prep school for not here one year two year three year four year هو الف سنة اولى يبقى one year بقاله سنة the opposite of come back is come back يعني يعود يعود عايز عكسها عكس يعود go يذهب take out يخر come to يذهب الى get up يستايكس طبعا واحد بيرجع والتاني بيروح يبقى مصطفى goes to his school bae بيروح المدرسة بالتاكسي car train pass هو حاليا بيستخدم البس يبقى القطعة بيجعلها كم نقطة ست نقطة تعالى نشوف بها مع بعض سؤال الاختيارات بيجينا 10 سنتنسز عشر جمل بيقول لي هنا طبعا girls learn how to cook انزال البنات بيتعلموا يطهو الطعام فين arabic science math home economics بيتعلموا الطهي في الاقتصاد المنزلي home economics my journey to school رحلتي الى المدرسة about 30 minutes 30 دية talks يتحدث weeks you takes اخذت makes يصنع طبعا takes about استغرقت what time is that الساعة كام it's half 12 الساعة هنا half اللي هي نص 12 اللي هي 12 هنشوف بها الحاجة المناسبة on in to past احنا عندنا في الساعة طبعا to اللي هي معناها إلا وبast اللي هي معناها و اول 12 اللي هي نص ولا 12 ونص ايه المناسب بقى هنا طبعا اكيد 12 و ايه 12 ونص the rings بيرن at the beginning في البداية and at the end of lessons بول القرة بن دبوز بن سالة القمامة بالجرس طبعا لبيرن في البداية والنهاية اللي هو البل اللي هو القرس دا كده عندي 94 I usually eat cheese and eggs باكل جبنا وبيد not breakfast with breakfast to breakfast by breakfast four على الفطار اللي هي four breakfast swimming is my السباحة happy I like it expensive غالي favorite مفضل bad say ready اللي هو اللي سيلك طبعا favorite hobby هوية المفضلة I like English and French بحب الإنجليش والفرنسي I am good at أنا جيد في sports الرياضة languages اللغات objects أشياء subjects مواد الإنجليزي والفرنسي ويبقى أنا جيد في اللغة languages بعد كده بيقول لي we go to school on friday يوم الجمعة it's a holiday هنا أجازة often غالبا sometimes أحيانا always دائما never أبدا الجمعة طالما أجازة يبقى احنا هنروح لمن لnever sandy is one of not friends sandy إحدى أصدقاء ليلة ليلة هوم نضفلها S وهنا ليلة مجموعة وهنا ليلة وهنا ليلة ليلة اسم عد آخر وإيه نضف له S من غير أي مشاكل خالص وهو شيء مشكلة my brother أخي a clever tennis player لعيب تنس مهر جدا always طفن الفعل مفيش فعل is always always is طيب ديت كده غلط لأن verb to be بيجي هنا يبقى ديتك تنفع never نقصة برضو في فعل طيب إبقى أنا عندي never نقصة في فعل والويز مفيش فعل يبقى is always دائما لأن verb to be قلنا بيصبك إيه ظروف التكرار كلها سمول المول التجاري usually is crowded at the weekend خدنا بنا نفس الفكرة برضو هنا المفروض is في الأول وبعد كده usual عادة how often are you travel by plane travel ده مصدر مش هينفع أقول أرو المصدر المفروض أقول do you travel كم مرة أنت بتسافر that beautiful blouse is my mother's بتاعت ماما الأمة هذه mother طب الأمة ينفع نضفلها ولا لأ عادي جدا أباسترو في s نور grows always plants in their garden نور بيزرع أو بتزرع نباتات في الحديقة طب ماشي هي always أنا مفروض أنها تجي في الأول قبل الفعل هذه always وبعد كده كلمة يزرع اللي هي grows آخر حاجة عندي بيقول اكتب عن القواعد المدرسية وده مجواب عندنا في unit ودي كده آخر جزئية بالنسبة لنا بالنسبة ل unit 2 اللي عندي مشكلة كتب لنا في التعليقات انتظرونا إن شاء الله في شرح وي حل unit 3 ومراجعة أكتوبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته